موسيقى السلام عليكم اش حالكم يا حلوات انا سمية حارة ببيوتي بلغر من الامارات دبي حياكم الله على قناتي على اليوتيوب فيديو اليوم بيكون عن اكثر 6 ماسكات استخدامها حاليا ووايد حبتنها ومرتاحة منها بشرتي في من هاي الماسكات جربتها من قبل وخلصتها ورديت اشتريتنها مرة ثانية وفي منها لا شي ديد استخدمهم الحين طبعا انا احب استخدم الماسكات مرة او مرتين في الاسبوع او بالصنفرة واحب انوع حسب حاجة بشرتي يعني مرات مثل تكون بشرتي شوي جافة استخدم ماسكات يوم تجف بشرتي مرات انطلع حبوب استخدم ماسكات ثاني وبهاي الطريقة فتعالوا يا اريكم هاي الماسكات ماسك الفحم ماركة اورغنز وايد وايد احبه هذا الماسك هذا ميس انه ينقي البشرة يعني مرات يوم تطلع لي حبوب خفيفة تحت الديل احس يوم اواضب على هذا الماسك يخففها ويصفي البشرة منها للأسف هاي الماركة ما اخذها انا من هنا اخذها من لندن وما عندي فكرة وين موجودة في الامارات اللي عندها فكرة تكتب النوان موجودة سواء في الامارات او في الخليج في الكومنت تحت ثاني ماسك ماركة اورغنز بعد اسمه out of trouble هذا الماسك مالدلع يعني احس انه بشرتي تحتاج حيوية تحتاج شوية انتعاش احب استخدم هذا الماسك احس انه تأثيره فوري يبين على طول على البشر ويخليها حلوة بعد احب استخدمه مرة او مرتين في الاسبوع وبعد اخذه من لندن ثالث ماسك هاي الماركة انا ما اعرفها وصلتني في glambooks وهالماسك تقريبا بيخلص وايد 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 حلو هذا الماسك لترطيب البشرة احب احطها في الليل وارقت فيه ثاني يوم يوم انش بشرتي وايد مترطبة ووايد منتعشة احس بيناسب اللي عندهم جفاف او جفاف شديد حتى احيانا يوم تكون بشرتي مختلطة بعد احب استخدمه يخليها مترطبة عدل ما اعرف صراحة وين ينبع لانه كان وصلني في علبة glambooks رابع ماسك المد ماسك من سيفورا هذا قريت عنه على الانستجرام كذا واحدة من الحلوات كانوا يتكلمون عنه وانه بديل لقلام الابيض وايد هاكين ماسك انا وايد احبه بس وايد غالي فقلت اجرب هذا حسيت انه نفس التأثير المد ماسك عندي مثل ماسك الفحم وايد ينقي البشرة يصفيها يوم اواظب عليه او يوم احس انه في عندي طالة اللي حبوب او البشرة تعبانة وايد وايد حلو هذا وموجود في محلات سيفورا من كودالي البيلين ماسك كودالي بعد عندهم ماسكات وايد حلوة كل ماسك الشيء هذا ماسك انه شوي يقشر البشرة يعني تحطينا 10 دقائق لا تخلينا اكثر لانه وايد بيقشر لتشيل البشرة بس مو بهكي التكشير اللي هو التكشير العميق لا لا التكشير السطحي اللي يشل اليلد الميت ويصفي البشرة عشان شير هذا ما استخدمه وايد هذا استخدمه مرة او بالكثير مرتين في الشهر احس ان بشرتي محتاجة اني اشل منها هذي الطبقة اللي عليها كودالي موجودة في سيفورا وفي الصيدليات الكبيرة واخر شيء الشيت ماسك يعني انا مستحيل اتكلم عن الماسكات وما اتكلم الشيت ماسك احبهم وايد احبهم الشيت ماسك ااخدهم من The Face Shop سيفورا بعد عندهم او اطلبهم اون لاين انا وايد افضل الماسكات الكورية بشكل عام انا استخدمها عشان ارطب بشرتي احب احطها في الليل المدة 20 دقيقة ويوم اشل الشيت ماسك ما اغسل وايه من اثر الماسك لا احط فرقة السيروم والمرطب العادي ثاني يوم الاحط فعلا الفرق على بشرتي الا الاحطت ان الشيت ماسك الكوريات تأثيرهم اقوى من الشيت ماسك مالات سيفورا مالات سيفورا حلوات بس مو بهاي قوة فاذا انتو حابين تجربون انصحكم بالشيت ماسك الكوريات وهذه كانت يا حلوات انواع الماسكات اللي حاليا حابتنها واستخدمها وانصحكم انكم تجربونها اذا حابين تعالجون مشاكل معينة في بشرتكم ان شاء الله تكونوا نسفتكم من هالفيديو ولا تنسون اللايك والكومنت اذا عندكم اي سفسار وبعد سبسكرايب عشان يصلكم كل يديد ينزل على قناتي مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة